السلام معيكم ورحمة الله وبركاته تحياة طيبة للأخوات تحياة خاصة لجميع المغاربة الأحرار في المغرب وخريج المغرب تحياة خاصة لجميع المشاركات والمشاركين في القناة وتحياة خاصة لجميع الناس الذين يتفاعلون مع الفيديوهات كنشكركم كثيرا لان التفاعل في الفيديو تخلي الناس يحبرعه على رأيه Yay of the video تخلي الناس يتناقشون هذا هو المهم توقيت بعض المرات من كان الوصول فكرة جميلة ولكن بالتفاعل في التعليقات تتعتنا الفيديو، وإن المبارات تعتقد الوصول النبوة لأنه وهنا من اللي كان ندير الفيديو ومن اللي كان نساعة ولا سألتحث الأفكار ولكن من اللي كان نشوف تنجل الوصول وسألقى أن في هذه التعليق تتتمل الفيديو في غالب الأحيان أكبر كتبالي أن التعليق اخوات كتكمل الفكرة ديال الفيديو الانسان كيشوف الفيديو وتقرأ التعليقات كياخد فكرة كاملة على الفكرة اللي انا يعني مقدرش نوصلها ولكن بجهودكم بتعليقاتكم بافكاركم نيرا كي اعطي للفيديو واحد نبرة اخرى اللي كتخلي الناس تفكروه كتخلي الناس كيفاش تشوفوا الواقع اللي كيعشوا فيه فهذا الفيديو هدا بغيت نهضر على واحد القادية هداك اللي كيتلقوا عليه وزير الناتق الرسمي للحكومة ما عرف رش حنا ايش من الحكومة وشكي اشني الحكومة اللي كالفي المغرب اللي قال لي هم غادي نشدوه وقع الناس اللي كي طالبوا بمقاطعة وهنا كنشوفو ان خرجات واحد الحملاء على الفيسبوك وهي غير شدونا كاملين كان طلب من المغاربة كلهم المغاربة كلهم اين هداي لغير شدونا كاملين ونسمى ان المغاربة كلهم يagnaوا في الحبس ما استغلاً تشرب المغاربة خلّف sue فوها كان صورة الكو فوها كان يتحدوrun كان صورة الكو فوها بتس electronicه صورة ور So you can borrow. استغلاً لعم إستغلاك الآن كو في الحبس يجب أن نضيفه للحبس ولذلك سنحكم أنه ربنا في الحبس والذي لمن يكون لديه الحرية لتعلم لديه الحرية كي يكتب لديه الحرية يقدر على راسه لديه الحرية بطالب الحقوق لديه طبيب لديه مستشفى لديه عمل لديه ساكن لديه تزوج لديه عيش بحل النس لديه لبس ما قادر يدد شيء في حياته ماذا تقول له هذا السلخ الخلفي ره المغاربة ره مسجونين ره المغاربة ره تسعود وتسعين في المياق من الشع المغربي كيعيش في السجن يعني واحد سجن كبير اللي كتسميه انتو ما يا دولة وكتسميه وطان وكتسميه يعني البغاربة يعني بلا ما تخافوا من هاد القادية ديال الحكم لانكم تماركم في الحبس أوريلي الناس في الدول المتقدمة ناس اللي قادرين والناس اللي عندهم ديبلومات اللي يعني اللي كي يخدموا ببساطة يخدموا بسهولة اراتي يمشون ويخدموا ولكن الناس اللي الحياة حرمتهم من التعليم مثلا الناس مشي اذكياء الناس يعني كانت عندهم عراقل في حياتهم مقرأة وش ما وصلوش كده وش قد ضمنوا مثلا الاغبية و الناس الاغبية و الناس اللي مقرأوا وش زعمها وش شو نحرقوهم وش مشيوا اللوحوهم يعني هم يشكلون تهم واحد الفاصلة من المجتمع يعني في المغرب يأخذوا حجة خصوصك اللي بغيت توصل خصوصك تقرأ ولا خصوصك تكون دير ولا خصوصك أيه وإنسان مسكين لا مقراش وإلا كان إنسان ماشي داكي إنسان غابي يعني ماشي خصوص يعيش يعيش ديك الحياة ديال ديال الأسفل أنه لأنه كان تركه ماشي داكي وماشي وما كانت نتميش لأحد العائلة غنية يعني خصوصك رغم أنك ذلك الوضع اللي كتعيش فيه ركتستاهله ره هكذا هو المفهوم كيفاش كتشوف الدولة في الشعر المغربة ولكن في الدول المتقدمة الإنسان كيف ما بغى يكون الوضع دياله خصوصه يعيش يعني كنشوف الدول المتقدمة أن الإنسان مثلا إلا كان عنده واحد مستوى دراسي ما خلاش مثلا يوصل فيه نبغى كتعطيه الدولة واحد الخدمة اللي كتوفر لي حياة عادية حياة بحال بحال حياة الطبيب و بحال حياة المهندس كالقومة في أمريكا أن الإنسان يخدم في البني بحال المغرب يتخلص بحاله بحال الانجينيور يعني ما كانش فرق يتخلص بحاله بحال الانجينيور يعني ما كانش فرق كبير كان واحد الفرق ديال لانش بحال يعني كتلقى مثلا واحد مثلا يخدم في البني كيكون مثلا ساكن في الحومة ديالانجينيور كيكون مثلا طبيب وواحد كيصوص بكام يودز بال تتصوروا لي كيصوص بكام يودز بال كيصوص بكام يودز بال هذا هو المجتمع، هذه هي الدولة، هذه هي الحضارة، هذا هو التقدم، هذه الديمقراطية ولكن من اللي تأتي مثل واحد دولة اللي يأتي والناس من اللي يدرهم وقاطعها تخرجها، تقول لهم رأس اللي قاعدتك سوف نحبسوه نضينا معك واحد القادية المعلم، وش تعطيهم المغاربة، تعطيهم التعويضات، يعني الشغل؟ ما تعطيهمش، في الدول اللي كتقول أنها دول كتحتارم كرمات للمواطن، كتعطيهم تعويضات عن الشغل، إلا ما كنتيش خدام كتك تعويضات حتى كتلقى شغل والدولة كتتكلف كتتقلب ليه على شغل، إلا ما لقى الشغل، الدولة خاصة تلقى ليه شغل، إلا بغت ما لقىش تخلصه وش المغرفية الطبيب؟ إنسان كيمشي 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 كيلقى الطبيب كيداوي، ولا عملية كيداوي، ما كيناش التعليم، رك مشتو الأولاد القورة ما كيقرأوش، التعليم في الدول المتقدمة، مفروض على الدولة أنها الدولة كتتحمل المسؤولية أنها تقرر الطفل حتى لمستوى البكارورية، الدولة كتتحمل المسؤولية، ما شي الأب، ما شي الأم، ما شي العائلة، ما شي شي واحد، الدولة كتتحمل تدريس الطفل من السنة الخامسة أو السادسة إلى السنة البكارورية، الدولة كتتحمل هذه المسؤولية وش كينها في المغرب؟ وش الإنسان في المغرب من اللي كيتخرج من الجامعة؟ وش كتلقوا ليه خدمة؟ الناس في الدول المتقدمة بقية ما تخرج، وكتجي الشركة تعطي خدمة، كتقول لي أشي رقم تملي غد تخرج، رك تجي تخدم معنا وكي يرفض كيمشي يقلب على الشركة اللي غد يتخلصوا مزيان، ولا كي يقلب مثلا على المدينة اللي كتعجبوا اللي بغي يخدم في مدينة، هو بشي مدينة خاصة كتعجبوا كيمشي يخدم فيها، ولا شي منطقة اللي قريبة للعائلة، ولا قريبة للصاحبة، ولا صاحبة، كده، هكذا الناس، يعني إنسان من اللي كي قبل ما كيتخرر كي يكون مرتاح كي يكون ضامن غادي يخدم إلا هو ولا ما بغيش يخدم، أوكي، نزيد كعاود، الأتمان، أنتم اللي كتقولوا، الأتمان، الأتمان الخلفي خاصة تكون بربورسيونيل مع الصالير، وش المغريب مثلا الصالير دي الإنسان مغريبي، وش كافي أنه يشري ليه مثلا جميع المتطلبات دي الحياة اليومية، إنسان مثلا موظف كيشد السميق اللي هو 300 الف فرانك، وش 300 الف فرانك، انت كتبا لك صالير غد تخلي الإنسان أنه يشري طنوبيل وأنه يمشي الإفريقية دي الإنسان، وأنه يمشي السيبر مارشي، ويشري الحليب، ويشري ضانون من صنطرار، ويشري ما سيدي علي وش كد ضمنوا دك الصالير اللي كدعطيه للمغاربة كافي أنه يشري ليه ثلاثة المواد وش السي الخلفي، وش المغاربة، كولهم قادرين يشتريوا الحليب يوميا واحد عائلة اللي كانت تكون من ثلاثة الأفراد لاربعة الأفراد أبو و ام و او ثلاثة الأولاد مثلا ثلاثة الأولاد، واستحال العائلة اللي كانت تكون من خمسات الأفراد اسحال غدر يخصصد دي الحليب يوميا بهذا الصالير السميق، إذا كنت كنت قد تضحك على راسك، كنتم تضحكوا على روزكم المغاربه كلما يستربوش الاحليم المغاربة كلما يستربوش المسيدي علي ومعظم انت من الاخروك اتتجي كتى تقول لهم عفطيره كان واحد المقاطع، اللي داروها المغاربة ما غادش نقولها دابا واحد المقاطع اللي كتعم جميع الشعب المغربي كلك يستعملها يعني الشعب المغربي كله يستعمل أحد المادة رايل فكروا فيها الإخوان والأخوات وخرجوا بهذه القادية هذه عتمة ستشوفوا المقاطعة كده يا رب ستشوفوا الوضعية دير الاقتصاد اللي كدتتتانيوا به والاستثمارات الخارجية وكده 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 ستشوفوا هذه المقاطعة من اللي ستطرع وشنه ستطرع في المغرب واحد المادة اللي كيستعملها جميع الشعب المغربي وشوفوا الكساد اللي ستطحوا فيه أم هادش اللي كدتشونتها دابا اللي كدقول لي مرة غادي نحاكموكم مثلا هاد رغير البداية وإلا كنت يا راجل إلا كنت يا راجل وإلا كان ذاك اللي مخدمك تهوى راجل وذاك اللي مخدمين كل هم رجال اطمودوا خدوا وطلقوا وصيروا شدوا جميع المغربة ودهموا للسجن ونشوف هذا الرجول ديالكم كده يرق فن غد توصل وشوفوا شنه غيط رليكم اطولد وصير membresser انتومة كحكومة كتمثلوا الشعب المغربي ما كتمثلوا الشركه المغربي كتمثلوا الشعب المغريبي وأن تكونوا في جانب الشعب المغربي وأن تخدموني صالح الشعوم المغريبي لأن هذا المواطن المغريبي هو اللي يحطك تماما وهذا المواطن المغربي هو الذي يخلصك وهذك المواطن المغربي هو اللي يخلي لك انت قيمة دابه وراجله ودائرة是的 وكذا وكذا ولكن الشعب المغربي تعق فيك وقال هذا راول الشعب غادي يقدرnamentها شيءٍ عال ولكن أنت صدقتي ولد الكلاب هذه مولاد الكلاب همشطين أنا حترم الكلاب قدامك على هذه التصرفات اللي يقدر للشعب المغربي وعلى هذه الحيثية أنا أطلب من الشعب المغريبي كواحد المواطن المغريبي أن جميع المواطنين المغريبة ينضموا لهذه الحركة أو هذه المقاطعة أو لهذه الاسم وكيف تريدون اسمتها غير شدونه كاملين. حملة غير شدونه كاملين. أطلب من الشعب المغريبي شابات، شباب، رجال، نساء، شيوخ، كيف تريدون السن لك لا تتسكن في القرية ولا تتسكن في المدينة ولا تتسكن في الفيلاج ولا تتسكن في الواد لا تتسكن في الحفرة تطلب من جميع الشعب مغربي يعني شعب مغربي كافة تطلب كان الشاشن المغربي المضموا لهذا الحملة عن غير عن طريقات كاملاب قد من يضغط الفيسبوك رجاله لإنسان الحمس هناك تعالى لعوا الحقيقتهم شتيرме 4 عاد بانوا لحقيقتهم بانوا انهم لا يخدمون الشعر المغريني بانوا انهم يخدمون اللي مخدمينهم تيخدمون القصر تيخدمون المالك اللي مخدمهم وده بشرب واحد القادية ده بها الناس كيقول وإلى قلتي ليه رأى أنا اللي رخصك تخدمني غادي يخرج يقول لك والعب انتك تخلصني رأى المالك اللي كي يخلصني المالك اللي مخدمني رغم أنه وراك يتخلص فلوس ضرائب الشيء دخانة هذا هذا اللي وجهه وقع صع وخارج يقول لكم خصكم وخص ننشدوكم وغلن نديرو لكم وغلن نديرو لكم رأى الشعر المغرب لك يخلصوا رأى بذلك الدرائب اللي يتخلصوا على المغرب يتخلصها السيد هذا اللي اتصور بنادم كتخلصوا وخارج يعيق عليك نورمال مرخصة كنت اللي يتعيق عليه وخارج ووتي يفهم عليك هذا لو كان في دولة متقدمة ما غير يخرجش قدام نظاره وغير يلقى الصحافة قدام نظاره وغير يلقى الشعب قدام نظاره وغير يلقى قودة للمدارات قدام نظاره ما غير يخرجش من داره ولكن مدم انه في دولة القمع ودولة التخلوف ودولة التعدي على الغير وعدم احترام القانون وكيدر لباكيت بورد هنا في امريكا الناس رؤساء ديال يعني يعني مدراء عامين ديال الشركات الكبار يلقى علي شيء فاضحة صغير وغير في النهار الاخر ما تيبانش لان الشركة كتخاف على انها لطيح ولكن بحدد الناس هذو مزيان يخرج اللي نحسدي بحدد الخلف يبقين احنا قاعد الحكومة يخرجوا يقولون في صدر اللي يقل الخلف انا قلقسم لكم بالله العيام كانت مننا جميع هذي الناس هذو وحتى المالك وحتى قاعد الوزارة يخرجوا يقولوا هذا الحقيقة يقولوا لنا الحقيقة يقولون اشتنتو ما رأى لا شيء كنستغلوكم كنستعملوكم كنستعملوكم باش كنربحوا على ضهوركم يجب ان يخرجوا ماذا دا بالخلفين خرج قال هلنا هكذا كفاسها فاس اشتحنا ارا ما مسوقنش لكم عاوضوا روزكم ورعلا اللي قال شي حاجة غن ندول الحرس حنا كنخدمو المصاريح دينا حنا كنخدمو المصاريح دينا حنا كنخدمو المصاريح دي المستثميرين المغاربة والخارجين حنا خصنا نحافظو على اه الراحة النفسية للمستثمير خاص المستثمير ليطلع ليش الدم خاص المستثمير اربح ويزيد اربح وعلى هاد القادية هذي كان زيد كان طلب عاوض من الشيء المغربي انه ينضم الى حملة غير شدونة كاملين وشكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم